من واشنطن الكاتب والبحث السياسي إيهاب عباس مرحبا بك أستاذ إيهاب عبر سكانيوز عربية دائما كيف نظرت إلى خطاب كاميلا هارس الذي امتد لحوالي 20 دقيقة كان شعبويا رأينا كاميلا بشكل مختلف هي قل ما تظهر ربما آخر خطاب لها كان منذ عامين أو أكثر من عام ونصف هل هي مقنعة للناخب الأمريكي بكل ما تفضلت به خلال خطابها نعم أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين هو خطاب مهم في هذا التوقيت يعني في الصباح كان لها خطاب أثنت فيها على دور بايدن وقدرتها على الاستمرار في رئاسة الولايات المتحدة وشكرته إلى آخره ولم تأتي على ذكر أي شيء فيما يتعلق برؤيتها الانتخابية أو حتى الرد على اتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب أو أي شيء من هذا القضي لكن في دالاور بدأت في إظهار بعض الأنياب يعني تقول لدونالد ترامب أنا سأكون موجودة شئت أم أبيت ترامب طبعا قال أن الفوز عليها سيكون أسهل من الفوز على جو بايدن وهو يحاول هل ذلك رد على هذه النقطة برأيك قبل استكمال حديثك هل تعتبر أنه هذا ما أرادته أنه بالأمس اعتبر أنه المعركة سهلة أمام هاريس أسهل بكثير من بايدن هل جاء الرد اليوم في هذا الخطاب أعتقد أنه جاء بنسبة كبيرة يعني هي أرادت أن تظهر له أنها ليست لقمة سائغة وأنها ستكون مرشح قوي للديمقراطيين وحاضرة الذهن وسترد على كل الاتهامات وكل التوقعات بأن يفوز عليها لا أنا موجودة وسيدعمني الحزب الديمقراطي وسأبذل أقصى ما في جهدي هذه طبعا الصورة التي تحاول أن تظهرها لكن هل هذه الصورة ستقنع الناخبين الأمريكيين الديمقراطيين أولا ثم بعد ذلك من هم لديهم تذبذب في العملية الانتخابية من يختارونها ديمقراطيا أم جمهوريا ترامب أم هاريس هذه هي النقطة المهمة لأنها تدخل لتستكمل برنامج جو بايدن وهذه أعتقد ليست ميزة هي عيب لأنه نحن في الولايات المتحدة لسنا كلنا متوفقين مع رؤية جو بايدن وأعتقد أنه أدى كوارث في فترة حكمه وأدى بالبلاد إلى معاناة اقتصادية خلال السنوات الثلاثة ونيفة التي حكم فيها الولايات المتحدة وتعامل في الملفات الخارجية بشكل سيء وفي الملفات الداخلية الهامة كملفات الهجرة والأمن وبالتالي سيد إيهاب عندما تتحدث كاميلة أنها ستستكمل مشروع الرئيس الحالي جو بايدن هذه نقطة سلبية تسجل في سجلها نعم من وجهة نظري نعم هي نقطة سلبية لأن هذا يعني أنها مجرد استبن بديل فقط لا غير ليس لديها رؤية لماذا أقول أيضا ليس لديها رؤية لأنها أصلا متوارية عن الأنظار هي فقط تطبق ما يطلب منها وبالملاسبة أكيد حضرتك الطلعت على التقرير أكسيس الذي يقول أنه بايدن ليس لديه القناعة الكافية بأن كمالة هارس تستطيع أن تدير الولايات المتحدة بمنصب الرئيس بالرغم من أن له تصريح إعلامي قبل أسبوع تقريبا أثنى فيها على أدائها وقال أنها من الممكن أن تكون رئيسة كل هذه التضاربات تقول أنه أولا الحزب الديمقراطي يعني أساء تقدير كل شيء فكرة أنه يحاول أن يقيل يعني يمنع رئيسه عن التنحي اليوم من خوض السباق الرئاسي الانتخابي وهذه مشكلة كبيرة وفي نفس التوقيت أنه يقدم كمالة هارس لاستكمال برنامج ليس هي لديها رؤيتها الخاصة يعني يجب أن تتحدث برؤية خاصة لها في كل الملفات وإلا ستكون فقط وجه نسائي لجو بايدن لا تعتبر سيد إيهاب أنه عندما وجهت انتقادا مباشرا لترامب عندما اعتبرت أنها أو قالت وأقرت أنه عندما كانت مدعية عامة حاكمت أناس مثل ترامب اعتبرته مجرم اعتبرت أنه في تاريخه جرائم مسجلة وجنايات هذه ليست نقطة لصالح كمالة هارس قد يكون ذاك مشروعها طبعا يعني محاولة أن نايل من دونالد ترامب في القضايا التي اتهم فيها وتمت إدانده أوكي جائزة يعني القانون يؤهلها لذلك لكن هل هذا يعني أن كل التعامل التي حاولت هي والديمقراطيون تلفيقها لدونالد ترامب خلال فترة الماضية أتت أكلها بالعكس لم يستطيعوا أن يدينوه في أي قضية تمنعها من خوض السباق الرئاسي وهذه مشكلة أيضا للديمقراطيين يعني استغلالهم للدولة العميقة واستغلالهم لتسيس القضاء الأمريكي خلال الفترة الماضية لم يحقق أي شيء ضد دونالد ترامب بالعكس الرجل وقفت قضية السيدة كانن في فلوريدا قضية أوراق منتجة مراليجو المصاربة من البيت الأبيض تم إيقافها تماما ولكن حكم صدر من المحكمة العليا بحقه كرئيس بالاحتفاظ بالحصانة الرئاسية التي تتيح له الحصول على أوراق وأشياء أخرى كثيرة بالإضافة إلى أن القضايا التي حكم فيها وتمت إدانته بالفعل ليس لها أي تأثير على خوض السباق الانتخابي الرئاسي بالعكس هو يستطيع أن يخوض السباق وينجح بل ويمارس مهام منصبه من داخل السجن إذا فرضنا أنه حكم عليه بقضية تؤدي إلى سجنه فأنا أعتقد أنه إذا تفضلي نعم سيد إيهاب أذهب معك إلى ملف مختلف قانون الإجهاد هو محل جدل واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين اليوم ألا ترى أنه كامالا عندما تحدثت بهذه الطريقة العاطفية والعفوية بين مزدوجين أنه هي تعد أنه الكونغرس سيعيد تفعيل قانون الحق في الإجهاد عندما تحدثت عن جسد المرأة يعني كل هذه التعبير التي استخدمتها ألا ترى أنها مقنعة بالنسبة لما يعرف بالولايات المتحدة بنساء الضواحي الموجودات في الولايات المتأرجحة من الممكن ولكن ليس كل النساء في الولايات المتحدة يوافقنا على أو توافقنا على هذه الرؤية لكمالا هارس هناك نساء كثر متدينات هناك رجال متدينين في الولايات المتحدة ومحافظين بالمعنى الأصح لا يرغبون في يعني القضاء على روح على روح إنسانية بسبب مثل هذا الأمر ربما تكون هناك بعض الظروف التي تحيد بكل قضية على حدة يكون معها للمرأة الحق في الإجهاد أعمالية اختصاب أو طفل مثلا لا قدر الله سيكون لديه مشكلات في المستقبل وأكد الأطباء ذلك وهناك فرصة للتخلص منه ربما هذه الأمور التي يحاول الديمقراطين أن يظهروها أنها هي السبب الرئيس لكنها هي ليست السبب الرئيس هم يعطون المرأة كامل الحق في التصرف في جسدها ويعتبرون أن هذا الطفل داخلها هو حق لها مطلق وليس لزوجها أو لأي شخص آخر أو للقانون الحق في أن يحاسبها على ماذا فعلت به هذه نقطة طبع ربما ينضم إلينا الآن في هذا الحوار يعني تفضل ابقى معي من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير تقي مرحبا بك دكتور بداية وبشكل عام أريد أن أسألك كيف نظرت إلى خطاب كاميلا هارس وإلى هارس نفسها أولا الشيء الملاحظ الرئيسي هو انتقال الجدل من قضية من هو المؤهل عقليا ترامب أم بايدن إلى قضية برنامجية إلى خطط سياسية إلى قضايا رئيسية وتصعيد خطاب الديمقراطيين في المرحلة الماضية انكفأ في خلال سابع السلاسة الماضية انكفأ الخطاب الديمقراطي إلى حد بعيد وأصبح أكثر يعني أقل عدوانية بكثير الآن هناك تصعيد كبير والموضوع ليس مرتبطا شخصيا بترامب بل وأيضا مرتبط إضافة إلى ذلك بقضايا البرنامجية هناك تصعيد للقضايا البرنامجية هناك شعور اجتمعت بكمالا هاريس منذ سلاسة أيام بمجموعة تمثل حوالي 45 ألف امرأة بعضهم كثيرا منهم كانوا جمهوريين وهم غادروا الحزب الجمهوري بسبب قضية الإجهاد وجرى نقاش واسع تمكنت من المتابعته وفي رأيي أنا أن قضية الإجهاد وقضية حرية المرأة في المجتمع الأمريكي هي قضية رئيسية في الاعتبار دليل على ذلك هو أن الجمهوريين في ظل سعيهم لكسب أصوات أكثر خفضوا كثيرا في مؤتمرهم من خطابهم المتعلق بقضية الإجهاد ولذلك ليس قضية الإجهاد فقط القضية هي الحديث عن الإرس الذي قام به بايدن بمعنى أن هناك شعور بأن بايدن تمكن من الحصول من التقدم في برنامج كان هناك ضمن الحزب الديمقراطي قوى رئيسية من الشباب ترى بأن على بايدن أن يستمر في برنامج كانت تطالبها به وعمليا لم تصوت في حينه لكلينتون ونجح ترامب لأنها كانت منزعجة من الحزب الديمقراطي الذي لا يقوم بذلك أهمية ما قامت ما تقوله الآن هي أنها تحاول من خلال خطابها إعادة توحيد البناء الكتل الرئيسية للحزب سواء الكتل المتعلقة بالحقوق وبحقوق الأقليات وحقوق النساء وأيضا حقوق الفئات المستضعفة في المجتمع دكتور ليومين على التوالي تكرر كاميلا هارس بأنها تتعهد بتوحيد الحزب الديمقراطي هل برأيك هذه رسالة للحزب أنها المرشحة المفترضة الوحيدة أم تعتبر أنه سيكون هناك شخصيات ستطرح نفسها على أنها مرشحة للرئاسة يعني اليوم لم تحصل على كامل الدعم من كافة أعضاء الحزب الديمقراطي هل ترى بأن هذا الخطاب رسالة له لهؤلاء أم أنها كانت فعلا مقنعة وبالتالي من يتردد بدعمها بشكل مباشر ويدعم ترشيح اسمها بشكل مباشر لرئاسة المقبلة سيغير رأيه وبالتالي يدعمها الحقيقة القوى الرئيسية الحزبية التي تتكتل حول الديمقراطيين التقليديين حول نانسي بيلوسي كانت تنتظر وكانت تريد أن تخرج العملية بطريقة ديمقراطية بمعنى أن تنتظر حتى تتبلور الأمور والحقيقة أنه نستطيع أن نرجع بأن كامالة هارسة تكون هي البرشح الديمقراطي ليس لأنه ليس هناك بديل بل لأنه ما لم يترشح هذا البديل خلال خمسة أيام فستكون القطار قد فات الوقت قليل جدا ولا يوجد مجال لخيارات لشخص آخر أن يدخل السباق والقضية الرئيسية الآن التي تشغل بالنانسي بيلوسي التي أعلنت مؤخرا تأييدها وهي آخر صوت من القادة المخضرمين في الحزب الديمقراطي لكمالة هارس إعلان تأييدها لكمالة هارس هذا يؤشر على أن القضية الرئيسية الآن بالنسبة للحزب الديمقراطي هي وحدته كما تفضلت أنت بالضبط ولذلك التوحيد للحزب خلف كامالة هارس يبدو هو هذا هو الاتجاه الرئيسي حتى الآن والنقطة الثانية هي أن المرشح الأكثر كان من الممكن أن يترشح إلى منصب من هذا النوع هو حاكم كاليفورنيا وحاكم كاليفورنيا عمليا نيوسم قد أعلن وفقط تأهيده لكمالة هارس الشخص البديل الآن الذي يمكن أن يترشح هو أو حاكم كاليفورنيا كنائب للرئيس هو أيضا حاكم إليه نورث كارولاينا وهي شخصية مهمة عملت مع كامالة هارس لفترة طويلة لذلك أعتقد القضية الرئيسية الآن هي وحدة الحزب الديمقراطي أكثر من أي شيء آخر دكتور قبل انضمامك إلينا السيد إيهاب أعتبر أنه عندما تقول كامالة هارس بأنها ستخوض هذه الانتخابات الرئاسية استكمالا لمشروع الرئيس جو بايدن اعتبرها نقطة سلبية وذلك سيضعف مشروعها خلال حملتها الانتخابية هل تتفق مع وجهة النظر هذه أم أنه كامالة من الطبيعي أن تدعم الرئيس جو بايدن أن تقول مقالته بأنها ستستمر في مشروعه أن تقول أنه يشرفها هذا الترشيح إلى آخره إذا وضعنا اللباقة على طرف في رأيي أنا ما قالته كامالة هارس يريح ويوحد الحزب الديمقراطي الذي كان يراه أن بايدن لا يقوم بالتدابير التغييرية الكافية وبالتالي التغييرية هنا متعلقة ليس فقط بموضوع الإجهاض بل بموضوع ديون الطلاب بل بموضوع عدد من الموضوع متعلقة بالسلاح رفع نبرة الحديث عن السلاح أيضا كانت ملاحظة مهمة جدا بمعنى أن هناك تصعيد في المطالب تصعيد في البرنامج العام للحزب الديمقراطي وبمناسبة ترشيح كامالة هارس لم يكن هذا حتى خطاب بايدن وهي بذلك تفعله وتتجاوز خطاب بايدن ولا أعتقد أن ذلك نقطة ضعف لا شك أنه نقطة ضعف لدى الجمهوريين والبنية الصلبة صغيرة القاعدة الصغيرة التي تعالد موضوع السلاح تعالد موضوع الإجهار هذه البنية تعتبر ليس أكثر من 15% من المصوطين سيد إيهاب بالأمس عندما انصحب الرئيس جو بايدن ما أن لبس ورشح وسمى كامالة هارس خرجت حملة ترامب انتقدت بفيديوهات المرشحة المفترضة هارس اليوم فيديوهات أخرى خرجت إلى العلان أيضا من حملة ترامب ما الذي يخشاه الجمهوريون وبالتالي هم يلجأون إلى هذه الأسليب وإلى هذا الضغط والمتركاج الإعلامي ضد هارس يعني لم نرى خلال الفترة الماضية هذا الهجوم المباشر على بايدن صحيح أتفق مع حضرتك أولا هارس لديها فرصة للتحدث بشكل أكثر اتزانا من جو بايدن لديها حضور ذهني لديها لباقة في الحديث عدم تلعثم كما هي الحال مع جو بايدن فكرة النسيان والضغيان اللاشيء على الفكرة فلا يستطيع أن يكمل جملة صحيحة إلى هذه الأمور كلها ستصب في مصلحة كمال هارس وبالتالي في المناظرة القادمة في العاشر من سبتمبر ستكون هناك فرصة لسيدة كمال هارس كي تظهر بشكل أفضل من جو بايدن